قد بلغنا أن حكومة الكويت أعلنت الحدادة في هذا البلد لمدة ثلاثة أيام عطلت فيه الدراسة أو عطل فيه العمل ونكست فيه الأعلام لا بأس بادرة لا بأس بها وبلغنا أيضا أن أمير الكويت راح وذهب إلى محل التفجير وذرف الدموع هناك لا بأس إن كانت مشاعر صادقة ولكن إياكم يا شيعة الكويت أن تعتبروا هذه المظاهر كافية لتحقيق الثأر لهؤلاء الشهداء إياكم هذه كلها مظاهر لن تغير شيئا من الواقع الفعلي أنتم قفوا هذا الموقف اليوم قولوا نحن وإن قدرنا هذه المظاهر والمشاعر وإعلان الحداد وبيانات الاستنكار والشجب والتنديد وما أدري العزاء الذي يأتينا والمعزين من الطوائف الأخرى والشخصيات والوجهاء وإلى ما هناك كله مقدر لكن هذا كله سيذهب ويندثر لن يغير من الأمر الواقع شيئا نريد شيئا ملموسى نريد واقعا يتغير كفا الثأر للشهداء لا يكون ببيانات التعزية والاستنكار أو حتى ذرف الدموع أو إعلان الحداد أو القيام بإجراءات مظهرية سطحية كإيقاف تردد لقناة معادية تحض على الإرهاب ويعلم الجميع أن بإمكانها أن تبث من قنوات أو من ترددات أخرى ما الذي تغير على أرض الواقع مما يمكن أن يحسب على أنه تطور نوعي سليم يمكن أن يقلل حجم الخسارة ويقلص إمكانية تكرر هذه الخسارة ويمكن أن ينزع فتيل التوتر في هذا البلد